اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي في الاشهر الاخيرة بعد تشكيل حكومة الحالية حكومة محمد الشياع السوداني بدأ الخطاب الحكومة ومؤسساتها كانت جزافة نسميها مؤسساتها جماعاتها وميليشياتها بالعراق كل هذه القوى والعملية السياسية بدأ خطابها بموجة جديدة تعبيره هو يعبر عن الجهل عن الحماقة عن الخواء عن قلة العقل عن استغفال محاولة استغفال الاخرين هم لا يعرفون ان الشعب اثكام منهم بكثير ويعرف اكثر منهم بكثير هذا الخطاب راح يروج الى عدم مسؤولية كل الحكومات التي يعني جاءت للعراق بعد الاحتلال من عام 2003 لحد الان عن كل هذا الخراب الذي حصله بالعراق احنا ما مسؤولين ويدعون ان النظام السابق والانظمة السابقة هي المسؤولة يعني تحدثوا قالوها في الفساد قالوها عن الاقتصاد قالوها عن الفقر قالوها عن التصحر قالوها عن المخدرات الفقر البطالة الوضع الصحي المتدني الخدمات الصحية الخدمات العامة قالوها عن اليوم يعني ربما يتحدث عن التعليم تحدث محمد شياع السوداني رئيس الوزراء الحالي يتحدث عن التعليم يقول ان احنا هم مسؤولين هذا ورثناه من النظام السابق لنفترض جدلا ان ما تقوله وما يقولوه كل هاي الميليشيات وكل هذي القوى العملية السياسية صحيح انتم تحكمون منذ عقدين منذ عشرين سنة وليس عشرين يوم وليس عشرين شهر وليس سنتين من عشرين سنة ماذا فعلتم؟ نعم جتكم خراب جاكم خراب طيب ماشي فلنفترض جدلا وهو غير حقيقي وغير واقعي طبعا بس مع ذلك لنفترض كلامكم صحيح جاكم التعليم موزيان جدكم الاقتصاد موزيان جدكم الخدمات موزيان كل شي موزيان كهرباء موزيان كل شي موزيان طيب ماذا فعلتم خلال عشرين سنة؟ هل لم تصرفوا على الكهرباء؟ وأنتو تقولون اكثر من واحد اثمانين مليار دولار والكهرباء متج 2 ساعة؟ المستشفيات مو بحالة رثة اللي يدخلها مفقود وليخرج منها مولود او يخرج الى المقبرة التعليم مو بأسوأ حالاته هذا التعليم اللي تتحدث عنه مو بأسوأ حالاته الاقتصاد مو زال يعني ما زال يعتمد على النفط في أسوأ حالاته ولنفترض ايضا ان كل اللي قلتم صحيح لكن مواردكم جاءت موارد هائلة العراق دخل حصار هذا ليس دفاع عن النظام سابق وهما لا علاقة لنظام جمهوري والملكي هذا واقع حال احنا نتحدث عن واقع حال لان انتم تدفعون الناس للحديث عنه انتم تقارنون بواقع حال سابق تعيدون للماضي والناس عندما تذكر الماضي تقول لكم الحقيقة المقارنة ليس بصالحكم انتم يجب ان تنسون الناس الماضي تفعلون شيئا للحاضر والمستقبل حتى الناس تنسى الماضي لان الناس ما تنسى الماضي الناس تلتفت الى الماضي وتراه اجمل من اليوم اجمل من الحاضر واجمل من مستقبلكم هذا المظلم ما جدكم موارد حتى بالحصار الموارد لا تزيد عن بضع مليارات من الدولارات والشعب كله يأكل نعم ما يأكل زيال لكن عدهم مرضى وعدهم مصايب وعدهم بطاقة تموينية وعدهم وحصار حصار قاتل لكن مع ذلك قدروا يقفون على غجليهم وقدروا والدنيا كلها ضدهم طيب انتم شلون هذا سنويا الموازنة اكثر من مئة مليار وكل العالم وياكم امريكا وياكم بريطانيا وياكم فرنسا وياكم كل اوروبا وياكم كل الغرب وياكم كل الاقليم وياكم كل العرب وياكم وانتم بهذا الوضع المزري المعيد هذا الوضع فبالتالي هذه المقارنة ليست بصالحكم هذا التعبير هذا الكلام تعبير عن عمى سياسي هذه لغة دقاكين ليست لغة لغة سياسة ولغة دولة ولغة مؤسسات وتعرف دورها وتعرف حق المواطن عليها وحق الدولة عليها وحق الوطن عليها لا هذا كلام ما يعني بالبغدادي البسيط يقول كلام قهاوي لا يمكن قبوله الان تحدثون بهذه يا اخي انت رئيس وزراء روح لليونسيف روح التقارير لليونسيف وشوف المقارنة بين التعليم سابقنا الان انت متحدث عن التعليم اسوأ مراحل التعليم عندك دعش دعش الف مدرسة طينية لحد الان مو دعش الف مدرسة طينية حتى لا لا اكون متجني عليك لكن يحتاج العراق اكثر من 13 الف مدرسة ومن ضمنها 3 او 4 تلاف مدرسة طينية انت تحتاج ماذا بنيتم الهياكل هذه البنات لكم ياها ايران طلحكم هنا يفسكم ووقعنا عقد نبني ويصرين كل سنة تبني لنا الف مدرسة ما انت تبني لك الف مدرسة وحاشتك تزيد 500 مدرسة فانت بعد 50 سنة ما تلبي حاجات الناس لانه يزداد السكان وزيادة السكانية بالعراق عالية جدا النمو السكاني عالي جدا فبالتالي انت تحتاج الى مصيبة مصيبة كبيرة البنك الدولي يقول 90% من الطلاب الابتداية لا يعرفون ماذا يقرأون ماذا يقرأ عليهم لا يعرفون قراءة الكتابة لا يفهمون ماذا يقرأون التسرب من كل عشرة يدخلون الى مدرسة الابتداية ستة يتسربون انت اش تحدث؟ صفوف بها 120 طالب يقعدون على القع رحلات معهم مدارس كرفانات وبيوت طينية هذا واقع حال التعليم انت تحدث عن التعليم بعد عشرين سنة اش قد خصصتوا يعني اش قد المبالغ التي خصصت للتعليم ماذا اش قد؟ شوفوا الشهادات المزورة لجنة التربية والتعليم بالبرلمان الحالي تحترف ان تقول 90% من الشهادات التي جاءت من خارج من جامعات وكليات من خارج هي مزورة وكلهم يحملوها وموظفين ومدرع عامين ومعرفين كل المدارس ما بيها اليونسيف تتحدث عن انه اكثر من 50% من المدارس ليس فيها دورة مياه ما يشربون ودورة مياه يذهبون بها الى المرافق ماكوا الطلاب انت تحدث عن التعليم اش قد قيمة المبالغ التي خصصت للتعليم اش قد قيمة المبالغ التي خصصت للميليشيات لفسادكم لخرابكم طويل عشرين سنة لا تحدث هذا الحديث انتو تريدون انتنسوا الناس الماضي عليكم انتنسوهم الماضي بانجازات والحاضر والمستقبل هذا الواقع اما ان كل ما تتحدثون الآن ذبوها براس الماضي الآن الناس ستعود الى الماضي وتقارن مع الماضي انتو تدفعون الناس الى المقارنة مع الماضي وهذا كلام مصالحكم المقارنات مصالحكم البلد نعم مر بحروب بالسابق ومر بحصارات لكن كان وضع احسن كان بالتعليم احسن بالاقتصاد احسن بالمجتمع احسن شوفوا المجتمع شوفوا نسب الطلاق شوفوا الخراب شوفوا المخدرات شوفوا المصائب شوفوا الامراض شوفوا المستشفيات مستشفى واحدة ما بنيت طوالها 20 سنة مستشفى بها خير شوفوا السكن تبنوا لي مولات وتبنوا لي مطاعم مطاعم ومولات انترس المدن وتعتبرون هذا انجاز ويطلع يعني بالحلقة الماضية كنا نتحدث السفير الالماني يقول ما انجزتوه ستة شهر ينفخ الحكومة يعادل ما انجزه في 15 سنة لانجزه في 15 سنة وهو خراب وما انجزه في ستة شهر يساوي وازي اذا هو خراب هذا واقع الحال فبالتالي هذا الوضع لا يمكن قبوله هذا الحديث حديث يعني مع الاسف الشديد لا يمكن قبوله وهذا يعني غير انساني غير اخلاقي بلغة ركيكة لا يمكن قبولها هذا يعبر عن عمى يعبر عن عدم فهم عدم ادراك عدم وعي اما التطبيل هذا ما عاد ينفع لا عاد ينفع التطبيل نحن الان في زمن غير زمن في كبسة واحدة كل انسان يعرف ماذا يجري في العالم كله الوقت تغير والوضع تغير والناس تشوف والظيم اللي يمر بالعراقيين الله يعينهم الف مرة اهنه اهن العراقيين شافوا شيء ما حد شافه ما شافه شعب يعني ما يستاهل هذا الشعب الراقي الشعب الجميل الرائع ما يستاهل مثلكم يحكموا بهذه الطريقة وهذا الاسلوب وهذا الفساد وهذا الخراب وهذا الكذب معلسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى اعزائي المشاهديين اترككم بخير والتقيكم في حلقة اخرى الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم موسيقى اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة